اشتركوا في القناة وعلى زيارته الى مملكة البحرين لحضور معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع واشاد جلالته بما وصلت اليه العلاقات البحرينية الشيشانية من تطور في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الثقافي والاقتصادي وابدى جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الشيشاني عن اعتزازهما بمسار التعاون والتنسيق المتبادل مؤكدا جلالته حرص البحرين على تعزيز الروابط الثنائية وترسيخ دعائمها بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين وشعبين الصديقين وهنأ صاحب الجلالة الرئيس الشيشاني بافتتاح مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمدينة شالي في جمهورية الشيشان والذي يعد اكبر مسجد في اوروبا ليكون تحفة معمارية ومعلما حضاريا يعكس قيم الدين الاسلامي الحنيف القائم على مبادئ التسامح والاعتدال والوسطية منوها جلالته بجهود فخامته الدؤوبة في توسيع افق التعاون مع مختلف الدول الاسلامية كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى احدث المستجدات الاقليمية والدولية من جانبه اعرب فخامة الرئيس الشيشاني عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدة على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا اعتزازه بجهود جلالته ودعمه المتواصل لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الصعود اشتركوا في القناة